تمكن المسيرات الدول من سد أوجه القصور لدى جيوشها التقليدية حيث يمكن لها في أن تقوم بمهام أو مقام جيش سلاح الجو وبكلفة منخفضة تقرير لمجلة بوبيلر ميكانيكس الأمريكية ذكر أن المسيرة التركية بيركادار كانت بمثابة العائق أمام القوات الروسية في أوكرانيا بعدما عرقل سير أو تم عرقلت سيرها التقرير كشف عن أن بيركادار كانت تدمر بطاريات صواريخ أرض جو وقوافل الوقود وأهداف أخرى حيوية للجهود الحربية الروسية التقرير الأمريكي قال أن المسيرة التركية ودقة إصابتها للأهداف الروسية مهد الطريق لسلاح الجو الأوكراني الناجي لشن غارة جوية الاستغلال الجيد للمسيرة بيركادار في أوكرانيا يضيف التقرير الأمريكي أعطل الإمدادات التي كانت في أمس الحاجة إليها متجهة إلى الخطوط الأمامية ما يعني بحسب التقرير دائما حرمان الدبابات والعربات المدرعة الروسية من القدرة على التقدم في العمق الأوكراني تقرير بوبيلر ميكانيكس إذن أضاف أن بيركادار منحت الأسطول الأوكرانية الصغير آدات مرنة في مواجهة تفوق القوات الروسية المدججة بمختلف أنواع الأسلحة التقرير أضاف أن القيادة العسكرية الروسية أخطأت التقدير عندما اعتقدت أن طائرات بيركادار التي تمتلكها كييف لن تكرر ما حدث في إقليم ناجورني كارباخ وفي سوريا وليبيا العسكريون الروس وبحسب التقرير برروا ذلك بسهولة جغرافية أوكرانيا التي لا يوجد فيها جبال وعرة حيث يمكن للطائرات المسيرة الاختباء في هذه التضاريس لتختتم المجلة الأمريكية تقريرها بأن بيركادار تحولت إلى بطل شعبي بالنسبة للأوكرانيين في حرب العصابات الجوية حتى أنهم ألفوا لها أغنية ترجمة نانسي قنقر